في بلدة صغيرة تحيط بها الأشجار من كل جانب حدثت هذه القصة كان حاكم البلد وزوجته يعيشان وحيدين في قصر الحكم ويحلمان أن يرزقا بولد يعطيهما السعادة والفرح مرت سنوات طويلة من الانتظار والدعاء رزقا في آخرها بطفلة جميلة جدا فأقاما حفلا كبيرا بهذه المناسبة السعيدة كان الحاكم مسرورا بزوجته التي يحبها وبطفلته الرائعة الجمال حتى إنه دعا إلى الحفل جميع الناس ومن دون استثناق كان من عدات تلك البلاد أن يقدم كل فرد حضر الحفل هدية إلى المولود الجديد ولذلك سمح الحاكم للناس برؤية ابنته وتقديم الهدايا إليها ثم دعا بعض النساء الفاضلات إلى حفل خاص غير ذلك الحفل أشكر لكم حضوركم وتلبية الدعوة إلى هذه المائدة هيا تفضلنا إلى تناول الطعام هاو؟ 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 أتي؟ أراك دعوت جميع هؤلاء النسوة أيها الحاكم ولم تدعوني هل لي أن أعلم لماذا؟ ظننا أنك مدت أيتها العجوز كانت هذه المشعوذة قد اختفت منذ أكثر من خمسين عاما وظن الجميع أنها ماتت أعتذر إليك فأنا لم أكن أعلم أين أنت تستطيعين أن تتفضل وتشاركين في طعامنا الآن أحضر الكرسي حاضر جلست المرأة خلف المائدة وقدم إليها طعام مثل طعام الأخريات أنا أكل بهذه الأواني والأخريات بأواني أجودة منها تستخفون بي يا سادة؟ حان الوقت لتنظر النسوة إلى الفتاة وبدأنا ينظرنا على التوالي أرى أن هذه الطفلة ستكون الأجمل عندما تكبر وتصبح شيئا أرجو ذلك من كل قلبي ويبدو لي أن لهذه الطفلة قلبا رقيقا مثل غيوم الربيع البيضاء وأرى أنها ستكون رقيقة المشاعر والأحاسيس وأتوقع أنها ذات صوت شجي وكلام عز وستغني الأغاني بصوت أحلى من صوت البلابل والعصافير يجب أن تتعلم العصف بالآلات الموسيقية أظنها لن تعيش طويلا بل ستؤذي نفسها بشيء حاد يؤدي إلى موتها ماذا؟ ماذا قلت يا وجه الشؤ تماسك ولا تخافي يا حراس أمسك بتلك المشعوذة الشريرة ماذا قلت يا حراس أمسك بشيء يخافي ماذا قلت يا حراس أمسك بشيء ألم تمسكوا بها لا تقلق يا سيدي الحاكم فالأعمار بيد الله تعالى ولكن كلام الشريرة مزعج لا شك أن كلامها مزعج يا سيدي ولكن عليك أن تجعل ثقتك بالله كبيرة حتى لو صح ما توقعته المرأة المشاوذة فالله قادر على تهيئة الأسباب التي تجعل ابنتك تنج ويطول عمرها حتى لو آذت نفسها كن مطمئنا يا سيدي وأرجو الله أن تحيا حياة سعيدة شكرا لك أرجو ذلك وأنا أثق بأن الله تعالى سيسلم ابنتي من كل شر عزيزتي الواجب يقضي منا أن نحسب حسابا لهذه المرأة الشريرة فقد تحاول إذاء ابنتنا لتدعي أن ما توقعته قد حدث ما العمل سيدي؟ لا تقلقوا يا حراس اجمعوا كل آلة حادة وأحرقوها جمعت جميع الأدوات الحادة من أنحاء البلاد ثم أحرقت والحاكم يراقب تنفيذ أمره خشية أن يصح ما توقعته تلك الشريرة ومرت خمسة عشر عاما من دون أي إزعاج وكبرت طفلة الحاكم المدللة وصارت شابة جميلة وذكية ولطيفة وأتقنت أشياء كثيرة ترجمة نانسي قنقر لا تذهب يا بلابل أيها السنجاب هل أعرفتني؟ جاءت الأرانب والثعالب أيضا مرحبا يا أصدقاء الماء جميل جدا يا أصدقاء اللعب من ماء النهر البارد رائع أنا سعيدة سعيدة جدا أين أنت يا أنستي؟ صوت مربيتي أنستي الغالية أنستي أنستي وجدتك أخيرا لماذا غفلتني وشئت إلى هذا المكان؟ الماء بارد وأخشى عليك من الزكام انتعي لحذائك إذن سأركض على العشب مع أصدقائي لا تركض هكذا بسرعة وإلا وقعت لا تفعل ذلك أرجوك 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 مع السلامة مع السلامة حال الوقت لخروج الحاكم والحاكمة إلى أنحاء البلاد لتفقد أحوال الرعية ما أجمل هذه الورود لا أحد هنا ولا هنا أيضا أين ذهب الجميع يا ترى؟ شكل هذه القطة غريب انتظري إلى أين تهربين أيتها القطة؟ صعدت الفتاة الجميلة الدرجة المؤدي إلى أعلى القصر وهي لا تعلم ما ينتظرها لماذا بنيت هذه الغرفة هنا؟ أرجو المعذرة أهلا بك يا جميلة لما أنت وحيدة؟ لأنني أغزل خيوطي بعيدا عن العيون يا ابنتي تغزلين الخيوط؟ يبدو ذلك العمل ممتعا جدا هذا صحيح هل أستطيع أن أجرب؟ من دون شك تفضلي أمسك المغزل والإبرة تم الأمر جميلة شكرا 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 هههههههه ما الذي أصابها؟ صغيرتي افتح عينيك أرشك يا ابنتي كلميني صغيرتي الحبيبة صغيرتي أنا الملومة كان ينبغي أن تبقى تحت نظاري لهم لا تلومي نفسكيئتها المربية إني أسأل الله تعالى أن يهيئ لها أسباب الشفاء العاجل أرجوك يكلميني يا ابنتي ابنتي هذا يكفي يكفي أفيقي يا ابنتي انظر ماذا أصابها اطمئنا واجعلا ثقتكما بالله وحده ونام بالله ولسيما أنها لا تزال حية وتتنفس جيدا فالتصبر حتى لو طال وقت غيبوبتها إن بعض المصائب تكون امتحانا لصبر الإنسان يا سيد الحاكم سيطر الحزن على جميع أهل القصر وأهمل حتى غطت الأشجار الشوكية جدرانا ومرت الأيام الطويلة وكل شيء على حاله وذات صباح مر حاكم البلاد المجامرة في رحلة صيد من جانب قصر الأشواك لماذا لم تطلق سامك يا سيد الحاكم؟ ما ذلك الشيء؟ ها؟ هل تقصد قصر الأشواك؟ إنه قصر حاكم البلاد لكنه أهمل بسبب مرض ابنته هل تريدون أن نصدق أن حاكما يهمل قصره هذا الإهمال حتى يأول إلى هذه الحال المزرية يا زميلي؟ قلت إنه قصر حاكم هذه البلاد يعني أنه قصر وأنا قلت إن هذا لا يصدق يعني أنه لا يصدق إنه يخرف أرجوك أهدأ دعه وشعناه ماذا تقول يا أخا؟ هذا يكفي ها؟ لا تختلفوا فأنا سأخبركم بأمر هذا القصر الحزين في هذا القصر تنام أجمل فتاة في العالم منذ مدة طويلة ولذلك حزن الحاكم والرعية حزنا شديدا عليها وأهمل كل شيء حتى صارت حال القصر على هذه الحال التي ترونها الآن بعدما كان أجمل القصور سأنقذها موسيقى 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 سأتغلب على كل شيء مهما كان وسأنقذها والعادل وانا أحبكم أيضا إذاً يهدني بنفسك يا سيدي برعاية الله اشتركوا في القناة 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 الفتاة نائمة هنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة